والجهاز الفني جنباً إلى جنب مع كل ده بيسير في تنفيذ خطة تجهيز الفريق لاستئناف الدوري عقب كأس الأمم إن شاء الله مرت اللي صارت المدير الفني بيكتمع مع علو لطفي وعربي بدر علو لطفي الحارس وعربي بدر لعب خط الوسط الواعد اللي تم تصعيده للفريق الأول هتشوفه إن شاء الله موهبة عالية جداً تدعم سبب الفريق المرحلة اللي جاية إذا أراد أن يكون أن يلتزم ويتواضع ويسمع الكلام ويصبر هو مش جاي حيلاق فرصة على طبعه ده حينافس لعبه هيلة صحيح صلاح محسن وناصر ماهر انتظموا في تدريبات الفريق كانوا أخذوا فترة راحة وكابتن سيد عبد حفيز قال كانت أخذوا الراحة متأخرة شوية لأنهما كانوا في المنتخب الأولمبي ولصرتي اجتمع مع كابتن سيد عبد حفيز لترتيبات معسكر أسبانيا اللي كابتن سيد مطمئن جداً من كل ترتيباته وقال أنه حيقول له فايدة كبيرة ويحقق كل متطلبات الجهاز الفني في شهر يوليو اللي جاي التمرين ماشي بشكل يومي سواء بتأسيماً بين اللعيبة أو بالتركيز على بعض المهام الخاصة للعيبة وتنفيذ أيضاً برامج بدنية للعيبة اللي كانت راجعة من الأجازات أو من الإصابات رمضان صبح وياسر إبراهيم وحسام عشور وأجيب ينفذوا برامجهم البدنية ده كان كل حاجة عن الآلي